أسرة تتحسس طريقها للفرح انتهت إلى فاجعة غير متوقعة أو كذلك أرادت ميليشي الحوثي لعائلة محمد عبد عبد الله عمدة قرية الودر كما يسمونه في مديرية الصلو بمحافظة تعيز بالتزامن مع أضحية العيد كانت جماعة الحوثي ترتكب مجزرة أخرى لكنها وكالعادة بشرية ثلاث نساء وطفلان كانت الحصيلة المفجعة للعائلة التي تحضر لحفل زواج ابنيها في أيام العيد حيث تلقى المنزل الذي تسكنه الأسرة قصفا بصاروخ كاتيوشا استشهد على إثره خمسة أفراد من العائلة عندما سقط في مطبخ المنزل أطلقته الميليشيا من دمنة خدير شرق مديرة تعيز ليستقر بالقرية ويحرم أبناءها بهجة العيد في أول الأيام وفرحة العروس المرتقب في ريف المحافظة التي زجت بها الميليشيا في أتون صراعها عندما قطعت المسافات إلى مديرية الصلو لتخوض مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في قرية الصيار والحود ومناطق أخرى من المديرية الحادثة جاءت بالتزامن مع زيارة قائد اللوى خمسة وثلاثين العميد عدنان الحمادي إلى جبهة الصلو ومشاركة الجنود مناسبة العيد في مركز المحافظة ما تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تخوضان مواجهات في بعض الجبهات وتمكنت من صد هجوم للميليشيا في الجهة الشمالية الشرقية في مناطق عصيفرة والزنوج كما شنت الميليشيا قصفا عنيفا على الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في تبة السوفيتير والجعشة وحي السلال في الجهة الشرقية من المدينة تزامن كل ذلك مع غارات شنتها طائرة التحالف العربي على مواقع الميليشيا الإنقلابية في شارع الخمسين شمال المدينة دون أن تذكر أي معلومات عن الخسائر التي تكبدتها الجماعة الإنقلابية اشتركوا في القناة